مين أهم الكتاب العرب اللي تم ترشحهم أو اللي كانوا مرشحين لجائزة نوبل ده في القديم ده في القديم احنا كان عندنا الحقيقة أسماء كانت تستحق جائزة نوبل كانوا مرشحين يعني طاحصين هو على فكرة أكتر كاتب عربي رشح لجائزة نوبل أكتر من نجيب محفوظه تمام يعني احنا عندنا رقم واحد طاحصين وبالمناسبة أدب طاحصين كان أدب عالمي يتسم بالعالمي لكن كانت المشكلة كانت في بعض المنجز النقدي الذي لم تكن هناك القدرة اللي ترجمته للآخر يعني كانت الإشكالية في الترجم يعني دعاء الكروان والأيام مثلا أعمال إنسانية شجاعة وفريدة وتستحق فأبرز اسم كان يستحق جائزة نوبل في الثقافة العربية كانت أحصين ورشح أكتر من مرة طبعا لأنه كمان تشكلت ثقافته لما كان عايش بره وتكون بشكل مختلف ده حي وهو كان شجاع ووقت ما كان عايش بره هو سماته الزيتية برضو كان فيها شجاع كبير آيه